بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اي سي تي جريت سكس. ان شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض في في قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت تعملوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اصحاب. محتاج دعمكم ان احنا ننشر القناة لكل الناس. عرفوا اصحابكم وزميلكم بقناة مستر اسامة يوسف على اليوتيوب. خلونا نبدأ بالسؤال الاول نمبر وان. نقط كان من المزايا بتاعتها ان هي ممكن تعزز او تساعد على التفكير النقدي والتفكير الابداعي. نمبر تو بليينج الكترونيك جيمز تو ماتش كان افكت يور نقط سايكل. لما نلعب العاب الكترونية كتير ده ممكن يؤثر على سليب سايكل او دورة النقو. نمبر سري. زيرار سيفرال ديس ادفانتجز او الكترونيك جيمز. لايك نقط. في العديد من عيوب الالكترونيك جيمز زي ايه بقى? زي السايكلوشيكال دانجر او المخاطر النفسية. نمبر فور. سام جيمز بروموت فيلنس. سو زيس كان ميك سام بيبل نقط. بعض الالعاب بتشجع العنص. فده ممكن يخلي بعض الناس اجريسف. يعني عدوانيين. نمبر فايف. من المخاطر الجسدية للالعاب الالكترونية اللي هي الهيدكس او الصداع. نمبر سيكس. الالكترونيك جيمز مي ميك يو انكشوس انتبريست بكوز نقط. الالعاب الالكترونية ممكن تخليك قلقان ومكتئب بسبب ايه? بسبب انك بتشعر بالوحدة في العالم بتاعك الحقيقي ده. وكمان ممكن تتعرض للتنمر على الانترنت. فالاجابة هنا بص اي ان بي. نمبر سيفن. الالكترونيك جيمز كان سترين يور ايز. ممكن تسبب اجهاد للعين. نمبر ايت. مجتمعات الالعاب الكبيرة بتكون مليانة بالمتنمرين. نمبر ناين. جود الكترونيك جيمز هل بنقط. الالعاب الالكترونية الكويسة. ممكن بتساعد على او بتحسن التفكير الابداعي. نمبر تن. هاكارد كان ستيل يور انفورنيشن ان نقط كان ازل سبريد. الهاكارد ممكن يسرقوا المعلومات بتاعتك. والفيروس كان ازل سبريد. الفيروسات ممكن تنتشر بسهولة. نمبر اليفن. ريلايف اكتيفتز انشطة الحيال يومية زي ايه? زي الجود سليب. ان انا انام كويس. زي الاكسرسايز. كمان زي ان انا اقابل اصدقائي. وهكذا. نمبر تولف. التأثير على دورة النوم ده واحدة من الفيزيكال دانجورز او من المخاطر الجسدية للالكترونيك جيمز. نمبر سيرتين. او بتكون ممتعة. نمبر فورتين. من المخاطر النفسية بقى للالعاب الالكترونية. او الشعور بالاكتئاب. نمبر ففتين. الالكترونيك جيمز can be a lot of fun but there can be problems of playing these games like نمبر. الالعاب الالكترونية ممكن تكون ممتعة ولكن فيها بعض المشاكل برضو زي ايه? زي السايبر تنمر. وكمان الهاكينج. يبقى الاجابة هنا بوث اي ان بي. نمبر سيكستين. يوشود نقط زات يور بيرانت سيت تو بريفنت انهلسي جيمينج هابت. لازم ان احنا نتقبل الحدود والقواعد اللي بيحطها لنا ولدينا عشان يحمينا من الانهلسي جيمينج هابت او العادات الغير صحية للالعاب. نمبر سيفنتين. واحدة من مخاطر الالعاب الالكترونية واللي بتكون بسبب ان انا مش بمارس الرياضة كتير. طبعا رية جينينج ويت او زيادة الوزن. نمبر اتين. يو شودن تشير نقط بكوز ازرز كان اكسس يور ادرس ايميل اند فون نمبر. المفروض ان احنا ما نعملش شير للبرسونال انفورميشن. عشان ما نسمحش للاخرين انه هما يوصلوا لمعلوماتنا الشخصية. نمبر وان. مفيش مخاطر لما نلعب الكترونيك جيمز. نمبر تو. الالعاب الالكترونية ممكن تكون ممتعة ولكن برضو ببقالها تأثير على الصحة طبعا ترو. نمبر سري. بلاينج تو يعني لما نلعب كتير جدا العاب الالكترونية فده بيأثر على وكمان بيعوق قدرتنا على النوم. نمبر فور. الشعور بالواحدة في العالم الواقع الحقيقي بتاعنا دي من مخاطر الالكترونيك جيمز ترو. نمبر فايف. الالكترونيك جيمز كان سترين يور هاند فولس. سترين يور ايز. او بتسبب ارهاق للعين. نمبر سيكس. اكسسف الكترونيك جيمينج كان ليد تو هيدك. لما نلعب كتير العاب الالكترونية ده ممكن يسبب الهيدكس او الصداع طبعا. نمبر سيفن. الالكترونيك جيمز كان ميك سم بيبل انشاس اند بريز. الالعاب الالكترونية ممكن تخلي بعض الناس آآ يشعروا بالقلق وبالاكتئاب. نمبر ايد. اتز ركومنديد تو بلاي جيمز اند تشات وز بيبل يو دونت نو. يفضل ان احنا نلعب معه ونعمل شات مع ناس احنا ما نعرفهمش. لأ فولس طبعا. نمبر ناين الالعاب الالكترونية متعددة اللاعبين ممكن تعرض امانك على الانترنت للخطر فطبعا. نمبر تين. بعض الالعاب الالكترونية ممكن تعزز او تشجع على العنف في اللاعبين. نمبر اليفن. اجنور المفروض ان احنا اكسبت مش اجنور. نمبر تويلف. لأ ده من التوصيات ما نستخدمش الويب كام واحنا بنلعب الالكترونيك جيمز. نمبر سرتين. الالعاب الالكترونية بين بعض اللاعبين من التفكير بصورة عقلانية. true. ودي من العيوب بتاعة الالكترونيك جيمز. نمبر فورتين. يعني كل الالعاب الالكترونية مع اصدقائنا على الانترنت بتكون مش ضرة. لأ فولس. احنا اخدنا اضرار ومخاطر كتير للالكترونيك جيمز. نمبر ففتين. لما تقابل مشاكل على الانترنت في حاجة فيها خطر عليك. مفروض ان احنا نشاركها مع الانترنت. نبلغ بابا او ماما بيها. هما ممكن يساعدونا في حالك. نمبر سكستين. الكترونيك جيمينج كان هاف افوزتف امباكت اون يور ريليشنشب وز ازر. لالعاب الالكترونية ممكن يكون لها تأثير ايجابي على علاقاتك بالاخرين. بالعكس لها مخاطر كتيرة. وده بيكون لها لها تأثير سلبي على علاقتنا بالاخرين. نمبر سيفنتين يعني لازم نخلي بالنا ان احنا ما نستبدلش انشطة الحياة اليومية بالالكترونيك جيمز. كده حلنا مع بعض اسئلة لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. لو لسه مشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب. محتاج دعمكم ان احنا ننشر القناة لكل الناس. اعرفوا صحابكم وزمايلكم بقناة مستر اسامة يوسف على اليوتيوب. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.